دعا مدير دائرة التوجيه المعنوي في القوات المصلحة اليمنية العميد أحمد الأشول إلى تعاون وتكاتف الجميع لدحر ميليشيا الحوثي مشيرا إلى مكانة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في تاريخ اليمن الحديث واعتبارها ميلادا له لتحريره من أحكم الإمامة هذه الاحتفاليات التي تقام هنا في منطقة مارب والتي تعبر للجميع عن ما تنعم به مارب من أمن واستقرار ومساندة للشرعية والجيش الوطني وكذلك أيضا سعي اليمنيين نحو استعادة دولتهم ومؤسساتهم المؤسسات التي نهبها أولئك المتمردون الإنقلابيون واستعادة سيادة الدولة والجمهورية اليمنية التي يسعى الحوثيون للقضاء عليها منذ 21 سبتمبر 2014 اليوم نحن نشارك إخواننا الأفراح سواء في الجبهات أو هنا في الميدان هناك في الجبهات في سحق أولئك المتمردين الإنقلابيين وأيضا في عملية التحرير المتواصلة لليمن من أقصى إلى أقصى يقوم الأبطال بتحرير وبالتقدم في جميع مواقع الجبهات من الجوف وصولا إلى الساحل مرورا بكل الجبهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر